خيمت الخلافات بين الكتل على ملف استكمال اللجان النيابية ورئاستها لتبقى هي الأخرى معلقة بعد اختلاف في وجهات نظر وصراع على حصة كل كتلة ليؤجل حسم هذا الملف إلى إشعار آخر اللجان ذاك الانسداد التشريعي الذي واصل إليه البرلمان ليترجم عجزه بشكل واضح على مستوى الإقرار سموا الأعداد والأسماء دون الخوض في الرئاسات حدث ذلك عندما وضع المجلس أحجار دورته الرابعة أعترف أن هذه التوافقات حادة إلى بعض الشيء مما أدى إلى تأخر موضوع حسم رئيساء اللجان إلى هذا الوقت بالتأكيد وهو موضوع متأخر قوانين بالجملة سابقة ولاحقة تنتظر يدا تشرعها لتمنحها نفسا مختلفا وحياة أخرى عن تلك التي أعطيت لها داخل مجلس النواب لكن الأمر ليس بهذه السهولة هو التعطيل الذي يتحكم بمجلس وما فيه واللجان ليست بخارجة عن ملة الخلاف لا يجتمع حاليا سواء الرئيس وبعض أعضاء مجلس النواب هناك غياب واضح لللجان هناك عدم تفعيل من قبل هيئة الرئاسة يربطوا نواب مصيرا لجانب الحكومة غير المكتملة بعد يدعون أن لا خلاف عليها إنما مجرد انتظار بسيط لحكومة يقول النظام الداخلي لمجلس النواب إن وزاراتها لا يجب أن يكون على رئاساتها أشخاص من ذات الكتل التي تتولى الوزارات وأن تختلف عنها بشكل يضمن أداء الدور الرقابي لكل لجنة على وزارة ما وهذا سبب كاف برأيهم للانتظار أكثر من أجل حسم القضية بينما القوانين تنتظر كذلك ومعها يتصاعد غليان شعبي يطالب بالخدمات وتوفير فرص العمل سلامت فاضل رشيد